موسيقى دكتور القردو جامينا طبيبة إحياية ومديرة المركز الجيوي التحقن برريبات أولا نشكر جميع المتبرعين يتبرعوا للضحايا وإحنا الحمد لله دا بوصلنا لإكتفاء في الدم يعني إذا كان شكر المتبرعين وكان نطلب منهم أنهم يتبرعوا طيلة السنة يعني ما شي غير في هذه الفترة هناك دائما مرضى محتاجين لهذا الدم الناس اللي ما تبرعوش في هذه الوقيتة يقدر يتبرعوا من بعد المهم هو أن يكون دائما مخزون احتياطي اللي نوقفوا عليه وقت ما وقت ماحتاجينه هذا شيء كيضلع لروح التضامن بين المغربة وكذلك ما كانش غير المغربة كذلك الأجانب اللي جاءوا وتبرعوا بالدم ديالهم هذا شيء كيضلع لروح المواطنة اللي المعروفة الحمد لله معروفة بها البلد ديالنا ما حالتوا ترسلوه بأرض كمية اللي تم لاعتقل صحيح بعد الهزات الأرضية اللي وقعت وقعت في حوالي 11 عشر وبضع دقائق يعني في منتصف الليل في اليوم داته ورسلنا واحدة الكمية لمركز تحقون الدم مراكوش قصد يستعملها وقت الحاجة وكذلك أن في جميع المراكز الجيهوية دبارها الحمد لله وصلوا الاكتفاء الاكتفاء من ناحية الكميات التي تكون مطلوبة والتي قدرنا نوقفه على هذه العودة تحتاجينها هذا كان يبدأ وقت جدا مبكر ونحاول نسالي ونحاول نسالي في أوقات العمل يعني باش للإنسان مثلا يجي وكي يلقى كي يلقى السنتر باقي عمر يعني يقدر يجي ليلان دماء أو لسبوع المقبيل يعني كما قلت لك قبل نرى التبرع ركين طيلة السنة وكاينين دائما مرضى محتاجين يعني اللي جا والقز حام والقهدا يصبر معنا شي شوية واللي ما قدرش يجي أو لا عنده ضرف أو آخر يقدر يجي الأسبوع المقبلة أو الأسبوع اللي من بعده المهم هو أن الإنسان يجي يتبرع بالدم وهذا الدم يمشي المرضى المرضى المحتاجين لخير المهمة أننا كنجي ندير الخير هذا الخير راكي يوصل الحمد لله فاعل جمعوي بمدينة مرة جينا منذ الساعات الأولى اللي وقع فيها الزلزال كباقي المغاربة أننا باش نواكبوا هذه العملية هذه ديالة تبرع بالدم اللي يعرفها المركز للتحاقم الدم يعني بمدينة الرباط اللي لاحظنا هو أن المغاربة ما شاء الله يعني واحد الإقبال كبير جدا وهذا لا يخفى على بلد ديالنا الحبيب تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد الساس نساء الله تمغوا كذلك نعزيوا الأهالي ديال الضحايا المنكوبين اللي قضوا في هذا الأحاديث المؤلم الطبيعي نحن نقوم جندون مجندون باش أننا ننواكبوا هذه العملية حتى يعني أننا نبدو آخر يعني منكوب إن شاء الله وتعالى فيعني كيف ما قلت لكم عدنا عتاني كذلك واحد الزيارة واحد الرحلة تقدر تكون يعني في الأيام المقبلة القليلة إلى المناطق المنكوبة مراكوش مدينة شفشاو ومدينة الحوز لأن باقي المغاربة أخوذ ديونا تمكين تحت الأنقاض ونسأل الله عز وجل أن يتقبل جهود الجميع وكذلك نشكر نتمنى والشفاء العاجل للمرضى اللي هما دبالآن في حالات حارجة في المستشفيات يعني في هذه المناطق هذه اللي هي متضررة من الزيزة السلام عليكم نحن مدينة حوں كاذب وعراص طلعه تقوم بالوضع البلدلللللللالك يوجد كم الكثير من الناس من أول مرعب وعاتل هم تقوم بالوضع وعاتل أنه لم يقوم بالوضع ولكن هذا الوصول الجميع تقوم بالوضع سألقام بالغرب الاوليغرار المناطق أيضا كم المدينة الكثير من الأجم 200 تاوارب ديوكيد بالمناسبة لدن نحن جميل وقامنا تشعر ونحن جميل يدونون المنشف ونحن نحن رمضاء المنشف يدونون جميل يدونون من المنشف يدونون جميل لنتنجل نشترك إن تجرب ترجمة نانسي قنقر